مونيرا معاصري إذا بدأ أحكيك كتمثيل أوكي أنت أخذ دور الجدوى لكن مثالت قدام بنت صغيري ما عندها إكسبرينس ما عندها خبرة التمثيل عادة في المتلقي واللي بيتلقى واللي بيعطي بالتمثيل يعني بيعطيك بالدور بيزدتلك بتزدتله كيف كانت هالعلاقة بينك وبين كلويل لمسأل دور ماريني صغيري تعرفي حلم كل ممثل شو شو أنه يرجع لعفوية الطفولة أو اشتغلت هيدا الدور بعفوية بجبورة تعملي هاي لازم الممثل دايما لأن في فرق ما بين الممثل والشخصية الممثل بيعرف بالظابط شو بدي يقول ولوين بدي يوصله المشهد ولكن الشخصية ما بتعرفي لمن تفوتي أنت بالمشهد وين المشهد بدي يوصلك بدي يضل عندك هالعفوية بالأداء كأنه الجملة طالعة بينت لحظتها يعني هي ردة فعل على فعل عم تعملوا البنت في شي طلب فيه ارتجالي بالفين؟ فيه فيه شو؟ لايكي لأن توني هالقدي كان عنده ثقة بفتكر فيه شو عملت ارتجالي؟ فيه مشهد هاللي بتروح فيه على بالشخطورة وقت اللي بترجع تكون عم عايط عليها بالفخورة ومنقلها بوبخها كتير ومنقلها خلينا هلأ وبركع قدامها ومنقلها لا توحزيني يا جدي لأن برجعها بعتذر منها ومنقلها خلينا حاز لأن نفوت الفخارت حتى نخبزه بالهدا هذا كان كان ارتجالي شو حلو بطير حلو مونير معاصري إذا بدي أخد خبرتك كمخرج يعني بدي أخد رأيك بالألوان يعني البعض لقي أنه الألوان شوي بيه تغيمة فيه شوي تعتمي بالفيلم كيف تشرح لياه هنا وضي؟ لكن ما هو أنت بديك تاخدي مصدر النور هذيك الأيام لا كان فيه لمبات ولا كان فيه وكانت دايما البيوت ما كان ينحسب لحساب بش بابيك كبيرة وإلى أزاز وقصاص مثل هوني يعني أنت بديك تاخدي العصر اللي أنت عايش فيه كانت بالداخل طبع البيت كان فيه يا شمع يما كان فيها وأنديل الزيت اللي كانوا يضوون تونك أنديل الزيت ما بيعطيكي نفس القوة الضو مثل ما بيعطيكي الضو اللي نحنا بنعرفه اليوم بشان هيكي توني كان كتير صهران على يخلق هيدا المناخ لحتى تضل أنت بواقعية القصة بالتياب كمان بالتياب أكيد لأن بهذيك الأيام كمان ما كانوا يتفنجروا بألوان عديدة لأن ما كان فيه أساسا نوع من ما يسمى بالمصابغ هاللي بتصبغ الخيطان بألوان متعددة وبعد ما كان الزوء معود لأن كنا نحنا بنعرف هذيك الأيام أنه اللون الإرجواني هو كان اللون الملوكي هاللي كانوا يلبسوا الملوك والأمراء والإخترقوا الفينقية لك هوني أصر توني على أنه يستعمل الألوان اللي منسميهم تار يعني اللون الملوكي الترابية الألوان الترابية وهذا هو خيار أخده هو لحتى يصير فيه تناسق بين وبين الداخل طبع البيوت رفت كيف يكون فيه تناسق بين وبين الشخصيات لأن هي شخصيات فقيرة يلي مثلوا الأدوار قبيلك هل ساعتهم بإدارة الممثل؟ أنا اللي منكون كممثل ممنوع الممثل يتعاطى بالممثل تاني لأن لازم يجي الأمر من مصدر واحد اللي هو المخرج بجاناكي ما كنت أسمح لنفسي عرفتي كيف حتى لو بيجي يسألني شو رأيك ما كنت كنت اعتزد من الجواب لحتى إذا فيه شيء اللي يسألتوني سألتوني لاي لأن دايماً لأن إذا ضعنا نحنا كممثلين سألتك لأليك أنت قلتي لي رأيه وهذاكي عطاكي رأي تاني وهذاكي عطاكي رأي تالت تنك مثل ما بيقوله بتضيع التاسي إذا ضاعت التاسي معنات أضاع الممثل وبيصير كتير صعب أنه يرجع يلاقي الطريق الصح بس اللي ميكون مصدر الإرشادات اللي عم يعطيكي والتعليمات اللي عم يعطيكيها والأحسيس المطلوبة منك من مصدر واحد بتضلي أنت على الخط السليم وهذا هو اللي لازم يصير مونير أحلى مشهد ما بارف بالنسبة إلي أنا كمشاهدة مش كمخرجية حبيت هي ومورينت عم بتحمي عمت 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 حمامة هي وصغيرة وكبريت وترانزيسيون يلي صارت قديش حلو هالمشهد هيدا مشهد كتير أخد 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 منه كتير لأن هوني مش بس هو خطير لأن صار عنده نوع من إعاقة من الألزهايمير يعني صار فقد ينسى فقد المموار طبعه وهيدا كانت اللقوي والرجفي طبعه كانت هي المشكلة الأساسية وهيدا اللي كان يخوفها أكتر شيء لمورين إنه كيف بدأت تتركه بها الحالة هي غلطت مرة وراحت على صهرة لحتى تشوفه إلى لبنون رجعت لقيته بالأرض إذا بتتذكري وقتل يكون قاعد بالأمس هناك صارت هي تنجبرت ربطه إذا بدأت تتركه لوحده لأن ما كانت تقدر تتكل على حدا يهتم فيه كانت هي تشعع الشعرانة هي إنه هي المسؤولة الأول والأخير عنه ولكن طبعا عندها حياتها الخاصة وعندها متطلبات حياتها لنك لاقت هي هيدا الطريقة إنه تربطه لحتى تحمي ما يقدر يقوم يعمل شيء مش لازم كان يعمل مونير وقت أنت بتاخد دار الألزايمر واللي بيرجف وهيك بتخاف إذا بتفوت كتير بالدار بتخاف إنه يصير معك هيك لصمح الله أو شيء هي المتود اللي أنا تعلمتها فيها شغلي رائعة جدا وأنا بفتكر مشان هيك هي المتود الوحيد اللي صمدت بالعالم هاللي هي المتود تبع ستانيزلافسكي فيه نحنا بنسميه كما لو وهيدا بنسميه أنت ما ممكن تكوني الشخصية مية بالمية أنت بتلعب كما لو كنتي الشخصية بدي يضل وإلا ما بيعود فن يعني أنت بديك تفصل ما بين أنت مونير وأنت الشخص هيدا بيتقمص في الشخصية بفوت فيها مية بالمية لا كان يقل لي أغلى يرحموا في اللي بعقيقية بإحدى المقابلات قال لي مرة قد ما تقمصت شخصية بدي إلعب دور مية خفت موت هلأ هني هني بيحكوا هيكي بس حتى قللك وين خطورتها لحي إذا أنا بأعطيكي مثل إذا تقمصتي شخصية أوتيلو وقت اللي بدي يجي نقل ديس ديمونة وإذا قلت لي أنا نسيت حالي بسي لي خلقك كل الميس مش أنا هيكي ما لازم ما لازم نروح لأبعد مثلا ضربة الكف طيب إذا أنت حاملي سكينه بديك تضربيني فيها ونسيت حالك إنه عم تمسني شو بتقتليني مظبوط طيب الفرد اللي أنت بتحطي فيه رصاصة ومنعرف إنه رصاصة مش فيها رصاصة لحتى تقتل طيب إنه ما كله هيدا أعرف تجيل بديك تخديه إنتي بعاني الاعتبار ما فينا نقول بمحل نسيت حالي وبمحل ما نسيت حالي بدنا نفهم فيه خط فيه خط فيه شعرة بتفصل ما باهم الفن التمثيلي وعدم فن التمثيلي طيب مونير عم تحكيني على قيمته السينمائية لامورين ما حكيتنا عن قيمته الروحية لقيمته الروحية نحنا طاني أصر إنه ما يفوت كتير بروحانيات لأن هاي دي بنت من الأساس إذا بتلاحظي من هي وصغيري كان عنده حياته الخاصة هو خلاها أو كان بده إياها جدا إنه تعيش طفولتها هلأ هي كانت لجوجي وبدأ تتقرب من المزبح ومن المبخرة وبدأ تخدم القداس وقصص مثل هاو دي ألا إن إحنا بنعرف إنه جدا بالسر صار يعمل له هيدا شي صار يخليها تخدم القداس بالبيت صار يعلمها الكتابة والقراية بالسر بالبيت نحنا هاو دي بنعرفه من حبه لإله معناته هون الجد كان لين ما كان كتير قاطع يمكن كان قاطع بالنسبة للناس وسوى لكن مع مورين ما كان يقدر يرفض له طلط هون العلاقة كانت بينه وبين مورين هي علاقة في شغف فيها لهيدا المخلوق مشانا هي هل أبدك بيدلته بالحب؟ بيدلته بالحب للآخر حياته جده أو نير معاصري مثلت أنت في المورين مع كتير أسامة جديدة منها مشهورة ومنها مش مشهورة كيف كان وضع مونير معاصري تجيه كل هالأسامة يعني مثلا كارمن كلهم تبه مبدعين محترفين شاطرين ولكن منهم معروفين معظمهم منهم كتير معروفين لكن أهم شيء أول من الأشياء المهمة اللي عملها توني هو اختيار الممثل المناسب للدور المناسب بغض النظر إذا كان مشهور أو مش مشهور كأن الهاجس الأساسي تبعه بده يلاقي الشخصيات هاللي هو يرسمها براسه ككاتب وكمخرج مشان هيكي لما نحنا نعرف أنه هالأدي مخرج عم يفتش على هالأدي ديتاي بالنسبة لصناعة هذا الفيلم ما بتعود تفكري أنت بالممثل اللي مقابيلك إذا كان عنده اسم أو ما عنده اسم مهم كيف تتعاطي معه وكيف تتبادلي في عملية تبادل الاموسيون مايديك وبينه كيف تعملي حمزة الواصل بينك وبينه حتى تقدري تخلق هيدا المناسب هلأ طبعا في ممثلين وكل الممثلين أدوا أدوارهم بشكل رائع جداً لأن كانت توني عرف اختار هيدا الممثل لهيدا الدور مشان هيكي فيه أنا أنا بالزمنات كنت صاحبي كتير أنا وأنتوني كوين الله يرحموا في مرة كنت أنا وياب بنيويورك عرفني على مارتن سكورسيزي ميح؟ وطبعا شو بدأ نحكي بدأ نحكي عن السينما حكيت بالأخرى مارتن سكورسيزي شو الفلسفي طابعه بالسينما كان عم بيقول أنه إذا بتنقي الممثل المناسب للدور المناسب بغض النظر مثل ما قلنا عن مشهور أو مش مشهور إذا أنت بتنقي ألوانك مظبوط بتنقي الساتس طبعك مظبوط بتنقي بتنقي الكاسنين طبعك حتى العاملين تقنيين في الفيلم يعني أنت سوجرت 80% من نجاح فيلمك قبل ما تبلش بالتصوير عفوقت أنتوني كوين أوقت كان يلعب أدوار صغيرة يمكن دا أي قليلة بفيلم ولكن كان يعتبر أنه النجومية ما قلة علاقة ما قلة علاقة كيف تلقي لي دور تقلي اللي منه هلقدي كبير بالفيلم وهي تقلي شمعوني المشهورة أكثر بكتير من غيرها مت ما بيقوله بالتمثيل وجوزة توني فرجال ما في أدوار صغيرة في ممثلين صغار لأن فيك طاعة أنت لا ممثل عملاء متل تقلي يحول هذا الدور الصغير لشغلي رائعة جدا ما فيك أنت تحضر الفيلم غير ما تتذكري الدور تبع تقلي عشان هيك هي أخذت هذا الدور هذا الدور الصغير اللي نحن بنعتبره ولكن كيف حولته بالموهب طبعا عرفت كيف ما في بالسينما بالتمثيل ما في أدوار صغيرة في ممثلين صغيرة في بالعكس في ممثلين بتعطيهم أدوار كتير طويلة يا ما نحنا شفنا بالتمثيل إن كان بالمسرع وإن كان بالتليفزيو في ممثلين شوهوا الأدوار تبعهم شرشح هو وكرسح هو مونير معصري شو بدك تقول لجمهور يلي حابب يروح يحضر مورين مش حابب أنا بتمنى علي من كل قلبي لأن باعتقد إنه إذا راح راح يكون عنده صدمة إيجابية جدا لا لأن شو ما قلنا عن الفيلم نحنا شهدتنا مجروحة وشو قلنا ما قلنا عن توني فرجالة شهدتنا مجروحة لأن إحنا مشتركين بالفيلم ولكن هو بالفعل النتيجة اللي طلعت وطوني قد ما كان مصر إنه ما يعمل الفيلم إلا متل ما هو حابب إنه يعمله بتضحيات ما تسأل التضحيات اللي صارت وقديش أخد وقته وقديش صار في عذاب بالتصوير وضل مصر حتى ياخدوا اللقطة والمشهد اللي هو بده إياه مشان هيك أهمية الفيلم برجع أول كنت عم أقول أنا بأول حديثة هو حجر زاوية جديد للسينما تحمل الهوية اللبنانية مشان هيك أهميته للفيلم مورين إنه كان من قبل الشخص هاللي عم يعمله إن كان كتابة وإن كان إنتاجا ما تنسي في إنتاج عمله وإنتاج ضخم إنتاج ضخم ومن ماحية الإخراج كان فعل الإيمان هل أدي كان مآمن توني بهذا بفيلم مورين وهل أدي كان مآمن بالرؤية طبعه بالنسبة لمورين مشان هيك يطلع هيدا الفعل الإيمان بتشوفيه موجود على الشاشة هادي أهميته للفيلم ومنير معاصري بتبقى مدرسة بالإخراج وبالفن السابع وبالتمثيل وما تحرمنا منك أبدا يلا إيتنا بزم ناريك اه ما بقولك موفقين بفيلم مورين وأنا بدي أشكرك هوني باسمي وباسم كل القراءة وبسيط النشرة والفن الله يخليك يا حبيب شكرا اشتركوا في القناة